بسم الله الرحمن الرحيم اليوم المشكلة الخامسة من سلسلة مشاكل وحلول المشكلة بتقول ان لإدخال الفلاش ميموري لا تتم أي استجابة يعني فلاشة ما عبتظهر لدينا الدرس مثل عادة فينا نسحبنا الانترنت هذا الموقع ظاهر قدامنا هذا الموقع اللي ظاهر وهذا اسم الدرس واللي ما بيعرف يشتغل على الريجيستري لان احنا حنكون حل المشكلة تبعنا باعتمد على الريجيستري هيكون الدرس بعنوان REGEDIT طيب نبليش من المشكلة نفتح جهاز الكمبيوتر هو اللي حطت الفلاشة بيان معكم الصوت اللي حطيت الفلاشة وانشيت الفلاشة بهيك حالة بتصير ما نحاول تغير البورت حاول تغير اللي حطت فيها الفلاشة حطيتها في بورت ثاني كمان نفس القصة ما عبتصيل اي استجابة مع بحسة نشوف الفلاش ميموري هي المشكلة من المينبوز نشوف كيف نحلها هنروح على الريجيستري ادتور نروح على مفتاح اسمه ننزل على system current control set ننزل على services هلا هم شا ما نتعذب حن نكتب control F ونحط USB اذا كان فيه ماتش ما بناياها USB store على ما اسكل لاننا عند USB store القيمة هون اذا كانت اربعة وغي قيمة نبدله نحطها ثلاثة منسكر نعمل refresh بشي اللي فلاشة وبرجع نحطها هون نستنى سانيتين بنلاقي اللي انه الفلاشة ظهرت هيك تكون حالية المشكلة ترجمة نانسي قنقر